اشتركوا في القناة سيارة النبي عليه الصلاة والسلام مرة الماضية بدأنا في الكلام على بوادر او مقدمة في الكلام على غزوة بدر والاحداث احنا وصلنا ازاي للغزوة دي وكيف دبر الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء بين المسلمين وبين جيش المشركين وكيف النبي عليه الصلاة والسلام ازاي عرف وتأكد ان خلاص العير عير ابي سفيان خلاص انتهى الامر لا يمكن ادركها الان وبين خلاص بيعد تماما الى ناحية البحر الاحمر وان الجيش المشركين فعلا على مقربة شديدة من المؤمنين بعد ما سأل طبعا الشيخ اللي هو التكلمنا عن المرة اللي فاتت الرجل العربي الكبير واضح انه كان فهمان اوي فسألوا يعني وحبش انه هو يعرفه عشان ما يقولش للطرف التاني انه هو شافه فسألوا الاول عن نفسه وهم معتهم انهم مش عارفوا فقال اين محمد واصحابه فهم يعرفوش فالمهم يعني قالوا يعني قالوا ان كان لقد اخبرني شخص انهم خرجوا من المدينة في يوم كذا وكذا فان كان الذي اخبرني صادق فهموا الان في مكان كذا وكذا لو المكان لهم واقفين في دلوقت فعرف ان داي كذا تمام يعني المعلومة الجاية اكيد صح فقال له طيب فين جيش مكي قريش قال له خرجوا في يوم كذا وكذا فان كان الذي اخبرني صادقا فهم الان في مكان كذا اكتشف النبي عليه الصلاة والسلام انهم فعلا من ناحية الثانية من الوادي يعني انهم انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الخصوة قال ركبوا اسفل منكم خلاص ابو سفيان سلام تمام لكن انت خلاص الموضوع انت في اول الوادي وفي اخر الوادي يعني بينكم وادي بس الموضوع منتهي واللقاء حاسم والصحابة رضي الله عنه مارضام الى الان يعني كطبيعة البشرية انا متمناش اقابل الجيش المشركين دلوقت يعني انا مش مستعد مش محضر نفسي بأسلحة كافية العدد اقل طبعا انت اصلا طالع من ان انت اصلا كنت بتمنى نفسك بعير فيها مبلغ ضخم جدا وتتكل في ثانية ففجأة الموضوع يتحول طبيعة النفوس تتكرها ذلك يعني كما قال سبحانه وتعالى ان فريقة من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت هم ينظرون وطريقة القرآن في عرض القضية بطريقة مختلفة تماما ودي بقى اعتاد ذلك فيه في التعامل في القرآن مع اي غزوات القرآن بيتكلم في حتة تانية خالص يعني اللي الكتب السيرة بتتكلم في ايه في مين راح ومين جي يعني بتتكلم في حاجات اللي ايه على الوش القرآن يخش جوه يجيب لك المشهد من جوه من جوه القلوب عمل ازاي تمام كأنك انت عندك مستوين انت دلوقتي فيه مستوى بيجيب الليه زي ما انا شايفك دلوقتي انا شايف ايه انا شايف وشك وعينيك وجلدك وبتاع هو السيرة بتجيب كده لكن بقى القرآن بيجيب الأشعة بقى دخلت على جهاز أشعة فبيجيب لك بقى عظمك ولحمك وحاجات انت ما تشوفهاش بعينك أصلا فهي ده القرآن كده فاتممكن تلاحس ان انت تقرى الصورة في فين غزو تبدل يعني فين حكاية غزو تبدل هم مش كيوش حيكلمك في التفاصيل دي انت قصة بتتكلم اول ما تبدأ صورة الانفال يسألونك عن الانفال يعني هي بدايتها كده اول ما فتحت الدنيا عليكم جم الاخر يعني بعد ما توزعت الغنام الصحابة كده يختلفوا في موضوع الغناء تمام من اولها كده اختلفتم من اولها كده او ما ريحة الدنيا عدت جنبك كده خلاص بدأنا نتكلم يسألونك عن الانفال لا 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 احسن بقى الكلام ده قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسول وان كنتم مؤمنين تمام ويقول لهم تمام كما قلنا وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى الموت هم ينظرون واذي يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون بص بيجيب من جوة من جوة حاجتني ما تقلتش في داخل الصدور بس ما تقلتش باللسان وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين تمام فيعني هتلاقي قرآن بيتكلم جوة للولو وده هتشوفه في سورة التوبة لما يتكلم على غزوة تابوك مثلا في سورة العمران لما يتكلم على غزوة احد كلام كله في مستوى تاني خالص تمام فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم في سورة الفتح مثلا هتلاقي مثلا كما قال سبحانه وتعالى في سورة العمران ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يعشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء يقول ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الختل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سورة التوبة طبعا كلام كتير اوي على ما في القلوب وكلام على المنافخين والكلام ده سأنا بديك فكرة انت لو تيجي تقرى في القرآن احيانا ببعض النشاعرين يقولون يا الصورة دي بتكلم عن غزوة ايه ما يعرفش ان هي اسم الغزوة اصلا ما تذكرش في الصورة كلها يعني مش هتلاقي كلمة بدر في صورة الانفان ما فيش كلمة بدر فيش كلمة احد في آله عمران صح ما فيش النضير ما فيش النضير في صورة الحش يعني فانت بقى فاكر انك داخل على كتاب سيرة لا هتلاقي كلام على احوال قلوب وظنون وتظنون بالله الظنون هناك يا بتولي المؤمنون وزلزل وزلزل شديدا في الاحزاب هي دي طريقة القرآن فالعيز اقوله يعني ان هتلاقي في عرض بدر في صورة التوبة في صورة الانفال يعني مشهد مشاهد عجيبة يعني فاقرأها كده وانت بعد ما تتعدي على الصورة على الصيرة او على الغزوة في الصيرة هتحس فعلا بفارق كبير او القرآن بيتكلم فعلا في احوال وبيطلع لك قواعد وبيطلع سنن وبيتكلم في احوال في نصايح وبيقصى الاصول وبيرد على شبهات وضعاتين الشيء دي يعني ان فعلا القرآن بيّن ان الصحابة ايه لها هذه اللحظة مش مستعدين ايه هو ساعة زي ما وانا ورفتهم مساعة الجد خلاص كيانا فيش حقيقة حصلت بس انا تقول ما انا على البر انا ما انا مخير الصراحة انا مش عايزة اقبل الجيش المكي انا لو علي عايزة اقبل ايه عايزة اقبل العير وخلاص والموضوع يخلص تمام درجة نحن شوفنا المشه المرة الفات لما ابضوا على اثنين الشباب الصغيرين اللي كانوا بيسؤل الماء لقريش ابضوا عليهم فلقوا دي سهلين جابوهم وعدوا يقررهم انتم منين تابع ايه تجايين تابع مين فقالولهم احنا تابع قريش جيش المكي يعني فلم يصدقوهم درجة نحن يقولهم لا انتم بتجذبوا وعدوا يضربوهم يعني يقولوا الحقيقة يا والله بقول الحقيقة انا تابع الجيش المكي يقولوا لا انتم بتجذب وعدين يضربوا فيهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي كان بيصلي عليه الصلاة والسلام فهو سمعهم وعدين يضربوهم عشان يقولوا الحقيقة اللي هي هم يقولوا الحقيقة اصلا لغاية ما هم فهموا انتم عايزين رياحكوا يعني احنا تابع قريش فسابوهم احنا تبع عير ابو سفيان فسابوهم فطلع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال عجبا لكم ان صدقوكم ضربتموهم وان كذبوكم تركتموهم انت عايز رايح دماء عايز حد يضحك عليك والله هم يعني هم لجيش مكة هم دول تبع جيش مكة صدق بقى كفايا يعني استوعب اللي انت يدخل عليه خلاص موضوع منتهي هذا قدر الله ولو توعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا لأهلك منهلك عن بينا ويحيا منحي عن بينا وزي يقول لك يعني الحاجة اللي انت ما تعزهاش ما بيجيش احسن منها زي بيقول في المسأل تمام فسبحان الله وربنا مدبر امر دوت خلاص سبحان الله يعني لو علموا الغيب كانش حد فكر التفكير دوت هذا اعظم ايام الاسلام على الاطلاق يوم الفرقان يوم التقل الجمعات شاهد يعني ان احنا وقفنا هنا ولما النبي عليه الصلاة والسلام سأل بقى الاثنين الشباب دول من في القوم قال لهم ما كانوا واحد الاول قال لهم ما اعرفش او يعني قال لهم كانوا بينحروا كام تاكلوا كام في اليوم قال لهم تسعة او عشر من ابن قال القوم بين التسعمائة والالف خبرة تمام فعلا لهم القوم كانوا الف فقال من فيهم قالوا له بقى الاسماء التئيلة كلها ابو جهل وعدبة بن ربيعة وشايفة بن ربيعة تمام والنظر بن الحارس وزمع بن الاسود وأومية بن خلف كل التئيل موجود فالنبي عليه الصلاة والسلام حفز الصحابة بالاسماء دية ومفروض الاسماء دي تجيب لك احباط ده 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 كلهم طوال قوي وفرسان وحاجة عظيمة فقال عليه الصلاة والسلام هذه قريش قد القت اليكم فلذات اكبادها يعني قريش بص قدمت لكم ايه الشبابة على طبق من ايه على طبق من دهب يلا بقى يلا كل واحد يحقق احلامك دول الازونة يلا انتين منهم فخلاهم يعني كل واحد ليه قصة طبع الاسماء دي كل واحد من الاعادين دي ليه قصة معايا حتى لو مولوش قصة معايا الانصار متغازين منهم من غير ما يشوفوهم زي ما هنشوف معاز ابن عمر بن الجمح هو لقتي الابو جاهل في الاخر اوحي كون سبب في قتله عشان سمع عنه بس فانت ما بين واحد من قريش مأزي منهم ابلي كده وبين واحد من الانصار مش طيقهم فالاسماء اصلا مفروض تحفزك مش تحبطك تمام بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام هيعمل ايه هيعمل خطة طبعا هيبتدي يحضر خلاص ايه كده هنقابلهم يعني مسألة ان انت ترجع المدينة ده ما فيش هو قريب منك هاجيبك هاجيبك ولو رجعت المدينة عملت مشكلة اكبر دخلتم جوه المدينة فهي المواجهة هنا هو الحل المثالي تمام خلاص احنا هنواجه طيب يلا بينا نحط الخطة فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحط الخطة ويصف الناس هنعسكر فين احنا في وادي دلوقتي بدر تمام الوادي دوت فيه ابار هو تسمى بدر لي عشان بيئر بدر فيه بيئر اسمه ايه اسمه بدر وده اشهر حاجة في المكان دوت فبيتسمى بدر على اسم البيئر فالنبي عليه الصلاة والسلام بخطة مبدئية قال خلاص احنا نعسكر عند بيئر بدر ده كلام ايه ممكن فيه مبدأ الامر يبان ايه كويس تمام وفعلا خد الجيش وايه واستقروا فعند بيئر بدر اللي هو مفروض ده اكبر بيئر موجود في المكان فانا دلوقتي سيطرت على البيئر الاساسي تمام انا كده ده ده الكلام اللي بيحصل في المعارك الناس بتقعد جنب البيئر الاساسي عشان يشربوا تمام فكان فيه صحابي من من الانصار يوضع الحباب ابن المنزر حباب تمام بالحق الحباب ابن المنزر تمام وكان خبيرا عسكريا يعني معروف هو ده واحد مشهور قوي فنشوفه على فكرة في كذا موقف مش الموقف ده بس خبرة عسكرية غير عادية تمام وهو هو قاعد معهم عادي في الأول بس هو في نفسه في حاجة هو شايف في حاجة أحسن من كده وبعد كده فقرر انه يتكلم بس شو عايزك الموقف اللي هعمل له الحباب ده جماعة يتدرس ده ده درس جبيل لوحد ممكن نقض فيه أيام وليالي بس هنختصر بس الفايدة اللي فيه ان حباب منزلنا حط قواعد رهيبة جدا للتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية والتعامل مع الوحي من ناحية ثانية فقال يا رسول الله هذا المنزل لحنا المكان اللي انت اخترت ده منزل انزلكه الله ام هو الرأي والحرب والمشورة بس هذا هو المبدئ اللي احنا الاعداء اللي احنا المكان اللي احنا اخترنا ده وحي من الله ولا ده رأيك الشخصي يعني مستعملت خبرتك الشخصية فيش وحي ولا حاجة خبرتك وده رأيك الشخصي القابل للمناقشة خيال هو ده سويا لسه مش حول رأي الله يدي الوقت هو انا شايف انه غلط اصلا مبدئيا بس انا مش هتجر اقول كده قابل مميز هو وحي ولا رأي شخص مش بسألت غلط محد يعني فيه احسن منه زي بيقول تمام فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والمشورة ده 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 حاجة شخصية جدا من عندي مش وحي تمام ولا الهام من الله ولا حاجة دي حاجة عن طريق خبرتي العسكرية اللي استعملتها ولو خبر عسكرية عليه الصلاة والسلام فانا شايف ان ده مناسب فقال له لا لو بقى المسألة بالرأي انا اقول رأي قال ما ارى هذا بالمنزل احنا كده كده مش احسن حاجة زي بيقول هي احسن من كده بكتير قال له طي اقول رأيك ايه رأيك قال له لا قال له انهض بنا يا رسول الله حتى نأتي ادنى ماء من القوم تمام فننزل به ونغور نخرب ما وراء ذلك من القلب تمام الابار يعني ثم نبني عليه حوضا فنملأه نملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد اشرت بالرأي تمام هو بقى فكرة ايه يا حباب المنزل قال احنا عاديين في بد ثم فيه ابر بيننا وبينهم برضو يعني انا لسه لغاية عندهم فيه ابر صغيرة يعني فيه ابر محدودة لسه هناك يعني هما لو هيشربوا هيشربوا برضو مش معنى ان انت سيطرت على البئر الرئيسي انت سيطرت على الماء انا شايف ان احنا نتقدم شوية لغاية ما نجيب اخر بئر من نحياتهم مش من نحيات نحنا اوصل الاخر بئر عندهم وقعد اخرب فيهم وانا راجع اخرب في الابار دي ايه وانا راجع اخرب 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 وبعا كده لغاية ما احدد مكان معين اقف فيه اعمل حوض لنفسي الحوض ده عشان يحجز الماء انه يطلع اعمل حوض لنفسي والماء تتجمع في الحوض دهوات لان انا خربت البيئر فالماء تقف فانما تقف انا عامل حوض فتتجمع فيه ليه المياه ما توصلش للابار ديه لان انا خربتها وبالتالي انا بجمع الماء عندي ومنعت ان اوصلها للابار حتى الابار المحدودة لناحية ليه العدو فانا بقيت قدام الحوض بتاعي وكده مستحيل ان هم يوصلوا لأدنى نقطة مياه بس مسألة مش انت حاولين بئر بد لانا عايز اخرب كل الابار اللي بيني وبينهم وارجع تاني بعد ما اخرب واخد حوض واقفل على المية بحس انها توصلني على بس ما تتصلون مش خاصة عجبوا جدا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاقتراح ده خلينا نقف هنا لان المشهد ده مشهد رهيب جدا اعتبره من اسمى مشاهد السيرة لان الحباب من المنزل اه 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 فعل النبي عليه الصلاة والسلام ادنى كذا ملمح خلينا اقول لكم ملامح كتير عشوائية كده اول ملمح هو الملمح الاعظم على الاطلاق وهو تمييز الحباب ما بين الوحي وما بين الرأي الشخصي تمام وان الحباب اصلا كان بيسأل سؤال اه مبدايا هو ده وحي ولا ولا اكتاد شخصي تمام معنى ذلك ان حباب عنده استعداد اذا قيل له هذا منزل انزلني الله تعالى ما كانش هيتكلم كلمة حتى لو شايف حاجة تاني لان اكيد طالما من الله انا اللي غلط مهما كنت شايف يعني مهما كان رأيي مهما بد لي مهما بتقول حساباتي اكيد انا غلط مكنش اقول رأييه اصلا اصلا يغلطى اقول رأىي ت 그거 لم اصلا لتعلق الكلام هو انا الاول جايبني على السؤال ده وحي ولا رأيي قالك لا وحي قالك رأيي هنا تتكلم طب انا اقول رأىي لكن لو وحي ولا ماتكلم ابدا ابدا! مهما كان دماغي بتقول لي وينكم تعلم والحباب وعلاقة الإنسان بالوحي علاقة الإنسان بالوحي التسليمي لا المناقشة ليس أنت تقيم الوحي بعد ما يعرفت انه وحي وفهمت وفهم صحيح ونحاول نفهمه وفهمه صحيحه فأنا اتأكدت انه ان هذا هو وحي واتأكدت انه فهمه وفهمه صحيح لا أسألت وحي فقط هو وحي وفهمه فاهم الوحي اللي احنا بنحرص على ده الحاجة التي تميزنا اننا بنحرص على فهم السلف ده اللي بيجعلنا منزلش ونخرفش نحن هو ده كما فاهم الجيل الأول والجيل الثاني لهم الثلاث قرون الخيرية الأولى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإحنا لما بنتبس علينا حاجة بنرجع بنقول للناس دي فهموها إزاي جماعة فهموها كده خلاص صوادها لإيه ده الفهم الصحيح حتى لو اختلفوا فيها بنقول هو يبقى الخلاف صحيح لأنهم اختلفوا فإحنا بنختلف زيهم ما فيش مشكلة فلما هم اختلفوا يبقى ساعنا ما يساعهم من الخلاف لكن حاجة أجمعوا عليها منفعش أنا دلوقتي أختلف فيه إذا كان هم نفسهم أجمعوا عليها يبقى إجماع الأجيال دي يلغي الخلاف تماما ويلغي أي كلام فالأول أهم حاجة دايما في الوحي تعرف المسائل اللي أجمع عليها السلام في العقيدة وفي الفقه والكلام ده لأن دي بتتقفل خلاص نسألة يتقفل فهي لا يتكلم فيها أجمع عليها لإيه جيل الأول تمام كذلك ومسائل الخلاف بتعرفها عشان تعرف حدود الخلاف المتاحة بالنسبة لك فالفكرة اللي بيخلي الإنسان ما يقعش في البدع أنه يبقى متأكد أنه اللي بتقيده ده وحي فعلا يعني لو آية خلاص الآية ما فيش كلام فيها أكيد صحيحة والحديث يتأكد أنه حديث مقبول سواء حديث صحيح أو حديث حسن كلاهما يعمل به تمام إذا تأكد من دي آية أو ده حديث مقبول بينتقل بعد ذلك إلى الفهم إيه فهم الصحيح فلو تمكن عرف إن ده وحي وعرف فهم الصحيح هنا بينتهي كل شيء بيقف هنا تماما ساعتها ما فيش يعني دور العقل كان فيه هنا جماعة دور العقل كان فيه إثبات أن هذا وحي زي مثلا الحديث علم المصطلح كله هو علم عقلي وعلم من أعلى استعمالات عقل البشر إزاي وصلوا بقواعد معينة أنهما يضبطوا كل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام أن اللي في إيدك ده فعلا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة طويلة ده استعمال العقل ثم استعمال العقل في فهم النص وإعمال العقل في استنباط استنباط الأحكام من النص بعد ما عملت كده عرفت صحة النص عرفت الأحكام المترتبة على النص العقل بقى مش بيجي بعد كده بعد ما عمل كل ده الدور اللي بعد كده اللي احنا مش موفقين عليه أنه هو يقبل أو يرفض مبعش فيش بعد كده الدور جديد بقى للعقل إنه هو يفلتر بقى يقول لي أصلا ماشي هو ده نص صح وده فهمه بس ده مش موافق للعقل دلوقتي أو لا ده مش مناسب للعصر الحديث لا هنا ده هنا العقل إيه هي العقل بيهين نفسه مش بيحترم نفسه بعد يقول لك لا لازم تحترم عقلك أنا بحترم عقلي بسلم إن أنا لو عارفت إن ده حكم الله يعني العقل بيقول أخده من غير ما فكر أصلا لأنها دلوقتي الله العليم الخبير اللطيف الحكيم وقال لكلام البشر العقل هيقول طبعا تاخد بالإيه بالأعلم مين الأعلم وقل لأ أنتم أعلم أمن له فالمسألة سهلة يبقى أنا أخد الحكم و أسلم به حتى لو أنا بحدود علمي ومعلوماتي حاسس إن كان أحسن ده أحسن طب بش معنى دي كده أتهم نفسي مش أتهم الله سبحانه وتعالى فدر العقل هنا بعد كده التسليم والرضى تمام اعمال العقل بقى عشان يعرف ليه ده أحسن يقوله أنا ليه شايف حاجة تانية ويحاولي جاهد نفسه عشان يطلع بالحكم اللي في الحكم ده اللي تخليه حتى الفكرة دي تروح منه فده اللي عمله الحباب علاقتي بالوحي التسليم فلو الرسول قال لي ده من الله انتهى كلامي مش هينفع قول رأيي بعد كده ينفعش أقول لنا شايف وموضوع انتهى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لحكم أينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا أولاكم المفلحون فالشيء يعني ده الحباب حطينا قاعدة دي اللي بسميها الحقيقة هو ده اللي بنسميه منهج سموه المنهج السلف يعني السلف يعني منهج السلف منهج السلف من قواعده الأساسية تقديم النقل على العقل يعني تقديم النقل على العقل النقل اللي هو الوحي يعني الحديث أو الكتاب ده النقل تقديمه على العقل فلو تعارض العقل مع النقل يقدم لإيه النقل الخيارة التانية بقى بيقولوها إيه بيقولو العقل الأصل أنه لا يتعارض مع النقل إلا لو كان فيه فساد لو فيه مشكلة لأن العقل السليم أصلا لا يتعارض مع مع النقل الصحيح فكلمة تقديم النقل على العقل افتراضا على اعتبار ان فيه عقول فيه هوا مثلا مسيطر عليه فيه عداية مسيطرة عليه فيه عرف متعود عليه فجيش شرع بحاجة مخلفة لعرفه فلسه بيحاولي اقلم نفسه على الوضع الجديد لكن القاعدة بتقول ان العقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح لان المفترض ان الشريعة جاءت موافقة للايه للفطرة موافقة للفطرة الحياة الادب الصدق العدل متسقة مع الانسان وفطرته صح؟ لكن اذا وجد تعارض فيه حاجة في العقل فيه مشكلة عندك هنا بس لو افترضنا ان حصلت خلاص قدم النقل لغاية ما نشوف ايه المشكلة عندك فيقدم النقل على العقل عموما لكن الاصل ان العقل ما يتعارضش مع ليه اصلا ما يتعارضش مع النقل فهنا حطلنا القاعدة العظيمة دي نمرة اتنين الحاجة الجميلة اللي احنا شايفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام مواضح جدا انه مدي مساحة للناس حواليه انهم يتكلموا على راحتهم هنشوف فارق من النبي عليه الصلاة والسلام من ابو جهل لما الناس هيقولوا رأيهم لابو جهل هيعمل فيهم ايه دلوقتي وزي ما قلنا مرة اللي فاتت عايزك تكتب معيها كيها تقول ما احنا ماشيين اسباب النصر اشباب الهزيمة تمام هنشوف بقى احنا مرة فات قلنا كذا سبب اسباب النصر من اسباب النصر هنا المشورة واخذ رأي اهل الخبرة واحترام رأيهم تمام فاحنا نلاحظين كذا حاجة اولا اللي تكلم الحباب بس طب ليه مش كل واحد تتكلم ولا قفتة لان هم فاهمين عارفين كل واحد مستوائي الحباب عارف ان هو فارق عنهم ده واحد معاقلي جدا في الخبرة دي فده الوحيد اللي تكلم دي مسألة تانية ان مش كل واحد بيتكلم مش كل واحد بيقول رأيه النمى اللي بيتكلم بس اللي عنده خبرة فالصحابة لما كانوا بيصدروا اهل الخبرة كانوا بيفلحوا كيف نخلي احد يتكلم في اي حاجة دلوقتي وده اللي عملنا مشكلة اهل الخبرة وسط اللي تكلموا ساحنا مش عارفينهم كل واحد قرأ رأيه اي حد بيكتب اي حاجة اي حد بيفتي في اي حاجة ففي وسط كل دول ناس خبرة ساحنا مش عارفينهم من زحمة بي 600 واحد يتكلم اتنين بيفهم فيهم مين فيهم بقى وهم اللي بيفهم بس هم اللي يتكلموا كنا خلصت فاك الحباب بس هو اللي يتكلم فعلا ما فيش حد علق تاني يجيش فيه 300 واحد من ساعة ما عادنا محدش يتكلم غيره ليه؟ هم تعودين على كده اللي قدي الكلام يتكلم مش قدي الكلام تتكلمش خلاص ده قدي الكلام فعلا ده حباب ده خلاص وهم حتى لما تكلم محدش قال له انت بتتكلم على اساس ايه؟ حتى انت ازاي تتكلم مع الرسول ازاي تعترض عليه؟ نا الراجل اهل خبرة هو الراجل سأل سؤال مؤدب في الاول عدالعيب زي ما بيقولوا يعني انا قلت الاول او راحي او مش راح وبعد كده اقل الرأيه واضح ان النبي عليه الصلاة والسلام مدي مساحة حلوة للناس تتكلم ففيش خوف فيش خوف من القائد ما فيش خوف من انت انت مين عشان تترد على القائد انت تسمع الكلام وخلاص ما فيش الجودة خالص فيه قائد اصلا مدي مساحة هو اصلا اللي نطقه ان اطمئنانه الى ان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ذلك ولو لا كده ما كانش يتكلم فيه ناس تخاف كدا تكلم قائد او تكلم رئيس او تكلم وزيري يقولك لا يزعل مني يعقبني يا يعمل فيا تمام ما بيقبلش كلام لا خلاص طالما قال احنا امينة باشا وخلاص حتى لو غلط نفذ الغلط وخلاص لا او ما عندهمش الجو ده فولولا ان هو عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل مثل هذا كانش يتكلم اصلا كان يخاف وخلاص يقول خاف على نفسك اعمل لهم عايزين عمه خلاص ريح 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 ريحهم وخلاص طب اللهم خلاص الراجل بيقول رأيه بكل ريحيا لانه عارف انه هيتقبل تمام نمرأ بعد كده ان النبي عليه الصلاة والسلام طب ما ممكن يكونش يوعد عامل نفسه بيبقى لقرأي الناس بس في الاخر بيعمل اللي هو عايزه احنا نلاحظين ان هو اخد برأيه فعلا مش مجرد ايه تمام 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 ماشي هنشوف اه هنشوف موضوعك ده وقت هنعرضه على اللجنة فيش الكلام ده قال له فعلا نخلا له خاد اشرته بالرأي ونفز فعلا الكلام اللي هو ايه اللي قال عليه المشورة بركة المشورة الشورة ليه الشورة بركة جماعة لان الشورة بتحولنا كلنا يبقى عندنا كل خبرات بعض بنا نحنا بنصب ببعض انت فاهم في حتة وانا فاهم احنا عادنا مع بعض كل hype لو قل مثلام حتيته بس بأقنا كلنا عندنا كل ليه كل حاجة بению كلنا كلنا نفهم في كل حاجة فالشورة بتنقل الحبرات لكل الحضارين وبتوفر علينا كلام كتير وبتخلي بتحصر الموضوع في أهل الخبرة وبالتالي غالبا بنوصل لقرار صحيح مش محتاج بعديه أستشير حد تاني وإزاي ما شفنا الأدب الشديد لحباب في عرض رأيه على النبي عليه الصلاة والسلام واللعز هنا برضو حتة محلوة ليه عدم الكلفة يعني عدم الكلفة هو الحباب لما جيه كلم الرسول عليه الصلاة والسلام عديد مخدمة طويلة ولا تكلم على طول كلم على طول ما فيش بقى يعني يا فندم حضرتك ولو سمحت وأنا يعني أنا ما بفهم عارف أن احنا أقل منكم ونفهمش حاجة وانت سيدك كل وسيدها عارفين بس لو تسمح لي أن أنا لو أتفضل وتتكرم أن تقبل مني قول رأي صح؟ ماذا هنا في الجو ده؟ الجو ده جو غريب وتتكلم يعني وتتكلم يعني يعني ما عرفش ليه احنا عندنا التكلف دو حتى لأسف طلبة العلم مع الشيوخ أحيانا بيبلغوا قوي يعني أنا بتعجب يا أخي ورأيك خلاص يعني يعني ما فيش داعي المقدمة الطويلة شيخنا احنا آسف بتكلم في حضرت حضرتك وتقدمت بين يديك بالكلام يا عم الجو بقول لك إي ما تتكلم يعني مش كده يعني بخليك سهل الصحابة كان بيكلموا الرسول ببساطة هو بيها بالبساطة وده ما يتعرضش مع الأدب أنت بتكلم بأدب ولا مش بأدب؟ بأدب خلاص يعني المقدمة دي غلو شوية حيث فيها مبلغة قوي يعني دخل عليه قال له إيه؟ قال يا رسول الله خلاص أدي الأدب هو يا رسول الله خلاص تحقق الأدب تمام؟ والأدب في السؤال نفسه كمان ده منزل أنزلك الله أم هو الرأي قال له كده على طول الرأيه يعني نجم نجمع حكتين يا جماعة تعلم هنا حكتين أول حاجة الجرأة مع الأدب النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيربي قادة بيربي عبيد فلو خلى كل واحد فيهم خايف لما يسيبهم شعربي يتصرفوا فلازم أخليك جريء أول رأيك بأدب في عندنا نموذجين غلط في واحد من كتر احترامه للشيخ أو احترامه للقائد أو احترامه للمديره خايف يقول رأيه مش عايز حس دقلة أدب ما يفعش أكلمه هو موجود ليه؟ ليه؟ مين اللي ربا فيك كده؟ أنا وشوفش كده في السيرة كلم كلم مع شيخك كلم مع الكبير كلم مع والدك كلم مع مديرك لكن عندنا نموذج تاني سيء بياخد دية بيروح إيه؟ ديب سواء يكون عنده مشكلتين إما هو أصلا مش أهل الكلام فهو خادت خاد الفكرة وناسة أن أنا بقول ما يتكلمش إلا وبيفهم أنت بتفهم ما بتفهمش تمام؟ فإنفعش مثلا الشيخ مثلا أحيانا بيكون بيقول شيخ كان لنا مشيخنا فقهاء ما شاء الله حاجة عالية جدا يتكلم في مسألة فييجي أخي مثلا أول مبارح ملتزم سمع الشريط لشيخ تاني فبيقول في مسألة تاني أرى شيخنا بس بس الحكم ده كذا كالشيخ ينهره بس دايستاهل ليه؟ أنت بتكلم على أساس إيه؟ أنت أصلا بقالك شهرين بتطلب علم الشيخ بقاله عشرين سنة فأنت لازم تستوعب أنه حتى لقى الكلام خير اللي أنت سمعته بسألة فيها خلافة في حاجة أنت بيش فينستوعب بس دايست أعطرتش بالطريقة دية لكن لو فقيه زيه بيواجه تكلم زي معايز فأنا بقول إن إحنا أولا اللي يتكلم يبقى بيفهم نمره 2 اتكلم ما تبقاش خايف نمره 3 التنم بالأدب بالأدب الشخص التاني اللي هو بيتكلم اللي هو الكبير المفروض لازم أنت تكون عندك مدي مساحة للناس الموضوع دوت ومعلمهم إزاي يعرض رأيه ومفهمهم إن ما تتكلمش إلا لو عندك خبرة وتفهم ويكون عندك ساعة صدر إن إنت تقبل وتقول صح إنت كلامك أصح من كلامك فمن الفكرة شوف موقف صغير زي ده زي في عميق قد إيه حاجة رهيبة جدا جدا فده من أسباب النص الأدب والتأدير والاحترام والمشورة وتقديم أهل الخبرة والرجوع في الرأي لو في أحسن منه فرق كبير عن اللي هنشوفه مع إيه مع أبو جهل بعد كده حصل حاجة تانية النبي عليه الصلاة والسلام خد مشورة تانية برضو هتلاقي بيأخد مشورات كتير في المعركة ده عادي جدا ساعد من المعاز يلا حينزل بمشورة موضوع سهل قال له يا رسول الله عايز أقترح عليك رأي يعني تفضر قال له رقم من نسبة لهم إيه الجيش ده ده كبير جدا فمسألة تنظيم معركة ضخمة دي مش مكتش في العرب أصلا فالمسألة مش مستهلة يعني مقر قيادة وصفوف وبتاعفة ما كانش لسه الأحجام دي موجودة تمام فكانت معاركهم زي تقول كده أشبه بقتال الشوارع يعني قتال معارك كده محدودة فهنا هتلاقي فيه حاجات في كل معركة بيخوض النبي عليه السلام بتحطوا أصول المعرك الكبرى رغم أن العدد الزغير احنا في 300 بس تطبقوا معايير المعارك الضخمة في العدد الزغير دوت وده اللي فرق معهم أحد الفوارق اللي خليتهم منتصروا إنهم تشغلوا المعايير فتطبيق المعايير زي ما قولوا كده في أي شغل حتى لو زغير بيفر معك كتير حتى لو أنت بتعمل في مؤخرة الجيش يبقى لي مكان بيستقر فيه غالبا المكان ده عالي بيقدر يطلع منه على أرض المعركة يشوفها ويقدر يقيم الأحداث والكلام ده فقال يا رسول الله نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدوانا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا لنعيش بها في الآخر فممكن ساعتها يلحق يرجع عليه الصلاة والسلام ويعايز يقول له في المعركة تمام فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بيأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك بيقول له احنا أصلا احنا عارفين طلعين في ناس سايبينهم كان نفسهم يوم معنا وإحنا نحافظ عليك لشان ترجع لهم في ناس زينا أضعفنا موجودين في المدينة لسه مطلعوش يعني في جولات تانية حتى لو كلنا أبيدنا في ناس كتير لسه مطلعوش معنا ونفسهم تبقى معهم في الجولة القادمة فلازم نحافظ عليك قال يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون عنك فده عائل النبي عليه الصلاة والسلام شافئة دي هو يحبه وعايز يحافظ عليه رغم على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام عمل العريش دوت وفعلا استقر فيه حتى بدأت المعركة أو بدأت المعركة كان في مقدمة الصفوف عليه الصلاة والسلام يعني هو يعني زي ما قول كده حاول نوع استفيد من العريش قدر الإمكان استفيد من العريش النواة كان فعلا وراء في مكان عالي فكان شايف كل حاجة لغاية أول بدأت المعركة تقدم عليه الصلاة والسلام وغاية ما بقى في أول الصفوف خلاص هو لازم القادة سيعمل كده فعلا أنهم يقولوا لا أخليك في الآخر عشان نحافظ عليك فرأي الجنود سبحان الله الجنود يقولوا لا احنا نحافظ عليك أولا ما تبقاش انت في الأول كده فوسعة التطبيق شجاعته عليه الصلاة والسلام أبت عليه إلا أن يكون في مقدمة الصفوف وكعادتي عليه الصلاة والسلام كان دائما في مقدمة الصفوف في غزوة حنين كان لوحده أصلا بيقاتل عليه الصلاة والسلام لما الناس فروا دخل ببغلته في صفوف المشركين يقول أنا النبي ولا كذب أنا أبدو عبد المطالب دخل لوحده فهوما يعني ممكن يكون حافظ عليك وفتاع بس فعش أشوف معركة شغالة وبشانة في الأول كمان فنشوف كمان شوية هيحصل لكن هو فعلا استفاد من الاقتراح ده قدر لي قدر المستطاع سعد بن معز عمل له فرقة حماية حراسة عليه الصلاة والسلام كان بتحيط به دائما وبتحميه عليه الصلاة والسلام جزا الله خيرا سعد بن معز هذا عجي عجيب بطل أبطال يعني كمان هو يعني نزل بالأنصار وباقتراح لكي يحافظ على النبي عليه الصلاة والسلام معين له عشرة تابعه دولة حراسة ليك بس طول المعركة دولة حراسة ليك من غير ما يطلب عليه الصلاة والسلام سبحان الله يعني المهم يعني يدية المسألة بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعد العدة ويحفز الناس خلاص احنا عن قاتل ونزل إلى أرض المعركة يدرسها يدرس المكان المتوقع لما احنا نطلع أما يطلعه هنتقبل في الحتة دي فبدأ يتحرك في أرض المعركة عليه الصلاة والسلام وبدأ يشير وما يشير لهو بيعمل حاجة غريبة فبدأ يقول هذا مصر عفلان غدا بإذن الله وهذا مصر عفلان غدا بإذن الله تعالى وهذا مصر عفلان غدا بإذن الله تعالى انت الناس مبهورين ازاي انت بيتكلم بالأسماء وبالأماكن بيشارع المكان يقول هنا حفلان هيكون ميت بكرة بكرة لو لو انت كدب الموضوع حينتهي بكرة ودي من الحياة اللي يمكن كان في محاضرة قديمة كده تكلمنا فيها عن دلالي النبوة كان اسمها هل القرآن كلام بشر ممكن حد يرجعها ويتفرج عليها بعد المحاضرة اسمها هل القرآن كلام بشر كمام تكلمنا فيها على إثبات ان القرآن من عند الله وإثبات الرسالة من أثبات الرسالة إخبار النبي عليه السلام بالغيبيات القريبة مثل الغيبيات البعيدة ممكن بعد يقول أي غيبي بعيد حموت أنا بقول حاجة بعد موتي فمش تفرق معي لو عرفتوا ان أنا كدب بعد موتي مش تفرق معي ان كده كده اللي غزته حصل لكن تقول غيبي قريب لو عيصل بكرة مفيش كداب عائل هيعمل كده لان انت بكرة هتتفقس صح فمعركة بدل وكمام بتقول مصرع يعني بتقول موت واحد باسمه بمكانه يعني مش اللوها هي عارف انت المنجمين اللي هما بيجمون في أول السنة دول معروفين الهبادين دول بتوا أول السنة دول الولية بتاعت التاروت ديت معروفة فمسلا هبدالها أي هبدأ فيه اثنين فنانين هيتطلقوا السنة دي ما لازم فيه اثنين فنانين بيتطلقوا السنة دي يعني ما الجديد فيه فريق عظيم هياخد بطولة عظيمة يعني ما لازم تمام الاهلي هياخد الدوري ما لازم يعني ما فيش احتمالات تانية تمام يعني في العادة بيقولوا حاجات اللي هي نسبة 80% بتحصل في كل سنة وطبعا الناس بتعدلهم فيه 600 حاجة عالتها محصلتش بس بينسجوا في الاخر في الثلاثة اربع حاجات اللي هي ايه اللي هي اصلا كانت غالبا بتحصل فتقالت فحصلت لكن قل لها بقى بكرة قل ليه حاجة تحديدا بمكانها بزمانها بكرة مش تعرف تتكلم هتعرف يا منين دي ما تقدرش هي بتضرب ضرب ايه ضرب واسع قوي لو حاجة ضخمة كدا ممكن بتحصل غالبا فالناس تتخدع بالليه بالكلام اللي غريب دوت يعني لكنك انت تقول بكرة هنا فلان ده ما ده 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 بقول لك بتعتروه ده ما اقدرش يعملها انه بكرة هيتعرف انك كداب على طول اخذ فالك زي اللي بيقى ركاف مساء يقول لك قدامك سكة سفر مع اي حد يروح مطروح ولا هتصيف في بلطيم ولا اي حاجة يعني اي سكة سفر هتقول شفت بقى الست والله من ساعت ما راحت رأس البرا انا عرفت ان يالبت دي تمام راحت السعودية عملت عمرة ما اي حد قدامه سكة سفر يعني هتخلف حاجة بقى ما اقدرش حد يقول لك بكرة هنا في الساعة الفلانية قلت لها مثلا الجمعة الجاية حكوا لي مش هتعرف الشاهد يعني ان ده مش كلام طبيعي يتكلم بكرة هنا فلان المهم الصحابة طبعا مستنين الكلام ده بكرة مش عشان يعني يتأكدوا بس ثم شي شغف ان الخبر الرهيب ده قالوا يعني بعد المعركة تتبعنا قتل المشركين فقال فما تخلف منهم احد عن الموضع الذي اشار اليه النبي عليه السلام قيدة انملة يعني ما فيش صنط يمين ولا صنط شمال هو هنا فلان هنا فلان لقنا فبعد المعركة ما خلصت خلاص وكله هدي لقنا فلان هنا تعرف حتى الجثة ممكن تتحرك تتخبط بتاع خلص خلاص كله هدي هو هنا نفس المكان بالزبط فسبحان الله يعني فعلى فكرة ده كان اولا فيه طبعا اثبات لنه هو تمام من باب واخد بالك برضو النبي عليه السلام للأدب مع الله قال ان شاء الله ان ما زال الأمر بيد الله يعني برضو ربنا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بس يظل الأمر بيد الله برضو ليه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هو ربنا قال النبي عليه السلام طبعا على الأخبار دير بس هل اللي تقاله دوت قابل للناس ممكن بكرة بأدوة اللي هيحصل في الأول وفيه بعد كده يمحو الله ما يشاء ويثبت بس إلا ما بيتغيرش اللي في اللوحة المحفوظة فبيظل اللي تعرفوا الأنبياء أو اللي تعرفوا الملائكة قابل لأي حاجة عشان كده جبريل نفسه هو فرعون بيالك كانش يعرف حيموت على إيه رغم أن المعلومة اللي عنده هو عيموت على الكفر عادي بس هو ما كانش متأكد إن ممكن أي حاجة تحصل فيه في أي وقت يحصل محو يحصل إثبات كلام دوت فالنبي عشان كده الأدم مع الله قال إن شاء الله يعني إن شاء الله أن يمضي أمضاه وكان هو ده فعلا الخدر اللي حيحصل وحصل بالفعل تمام فديت مسألة مسألة التانية إن ده كان فيه حافز قوي للصحابة إنهم اكتائدوا تعرف الموعد يأمنك يقول لك أصلا فلان حيموت هنا طبعا قال أسماء التقيلة قوي يعني فأنت أصلا جاء لك حافز رهيب جدا إن أنت داخل المعركة بقلب وجاي لك يخبر إن أنت منتصر وإن الكبار حيموتوا فده كان حافز رهيب جدا بعد كده إحنا في الليلة بتاعت المعركة خلاص حنصحى الصبح على المعركة فبقا الصحابة طبعا أنت متخيل المعركة يعني يعني القلوب صعبة والدني متوترة جدا في الترفين على فكرة متوترين جدا حصل كذا حاجة متوتر ده من أحد الجوانب بس حاجة الأولانية إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل في هذه الليلة مطر مطر نزل على على دول وعلى دول نزل مطر على المكان اللي فيه الصحابة رضي الله عنهم وارضهم وحصل به كذا حاجة الحاجة الأولانية إن إن الأرض تلبدت فتماسكت أنت تتكلم في صحرا تعلم تلعب كرة على البحر الجري صعب جدا يعني وفرهضة في في نص مت أنت بتجري حاجة بسيطة بتلاقي نفسك بتموت فهمت إزاي لكن لما الأرض تتلبد بتبقى أنت إيه بتحسن أن أنت مش متفرد يعني فالأرض تلبدت الأول فدوت خلاهم إيه ويثبت أبيه الأقدام زي ما ربناها بصورة الأنفاد الحاجة الثانية ثبت أبيه القلوب وأزال وساوس الشيطان ليه؟ لأن من الصحابة أنتوا عارفين الصحابة أصلا من ساعة مطالة والغاية دلوقتي عدت عدة أيام ساعة مطالة والمدينة إلى هذا اليوم تمام إحنا المفروض إحنا في ليلة 17 رمضان وهم طالعين من حوالي خمس أو ستة أيام من المدينة فعدت أيام فمنهم ما نحتلم كان فيه منهم ما نحتلم مفيش ماية كفاية فكانوا ما 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 فيه منهم مش عارف يختسل إزاي فلما نزل المطر فجلهم الشيطان وسوس لهم يقولوا أنت هتخش معركة إزاي وانت على الوضع دوت وطبعا اللي لا يجد الماء ممكن يتيمن بس برضو ليه هو كأصلا حكم تتيمن ما كانش لسه نزل في الوقت دوت تمام حاجة تانية إن الشيطان بايد يقولوا أنت هتخش معركة إزاي فزالت حتى ديت من دماغهم تماما هو ده لربنا قاله وينزل عليكم من السماء ماءا تمام وليطهركم به اللي هو الغسل ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام تمام فهذا أول حاجة حصل نفس المطر ده قيل أنه نزل على المشركين بس كان عنيف جدا بهدلهم يعني مش نزل بنفس الصفة رغم أنه نزل في ودي واحد بس هنا نزل بشكل ونزل بشكل تاني لأنك نزل جامد جدا فخوفهم مش طمينهم وكان يعني سبب في زيادة التوتر الحاجة التانية إن اللي لدي نزل عليهم من نعاس غريب تعرف لو عد لما توتر عندهم امتحان تعرفوا نوم تمام بقى لك بقى بكرة داخل غزوة بدر فموضوع كده مش هجيلك نوم يعني فالعجيب إن هما كلهم ناموا نومة وانا مش زيها في حياتهم إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم يعني ده مش طبيعي اللي حصل ده فيش حد بينام نومة حلوة كده عارب إنت ما إيه تخلص امتحان وتخلص اللي وراك اللي قدامك وتخسل الموعين تفاهم؟ بقى كده والحط بقى بيلمع داخل أنام بقى فهمت شربت الشاي بلبن وكلت سندوتش الجبن الروم اللي مسايعه في الفرن تمام باشا نمت بقى عارب النومة دي؟ النومة دي بتحصلش إلا بعد ما خلاص خلصت كل ورايا لكن ما بتحصلش أنا بكرة عندي امتحان نكيد يعني انت بتقوم كل ربع ساعة تبصوا انت مش قادر دا لو نمت أصلا دا بكرة عايزوا بتبدر لا هم مناموا النومة دي بقى ليه ايه نومت واحد موروش أي حاجة موروش حاجة بكرة خلص امتحانات ورايق وفاضي نام يزيغشيكم النعاس هي أمنة منه فطبعا أن واحد نم نومة زي دي صح الصبح ايه ايه أنا معكف اي حاجة بقى خلاص أنا فوقت تعالوا انت شربت قهوة ونمت كويس وفايق أنا معكف اي حاجة بقى فما فيش توتر بقى والدنيا ايه وانا حماس فدي كانت ناسباب النصر العجيب بقى ان الوحيد اللي منامش النبي عليه الصلاة والسلام انه عايز ما مغشوش هو لانه عليه الصلاة والسلام في حال اكمل حال اكمل هو كان راحته مش في النوم عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر ايه فزع الى ليه الصلاة وكان بيقول جعلت قرة عيني في ليه في الصلاة فمنسبة له مش النوم احسن حاجة دلوقتي فهو احسن حاجة منسبة له الصلاة سيدنا علي ابن ابي طالب بيقول اذا قد شهدت ليلة تبدل وما من من احد الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلته اجمع يصلي الى شجرة للكل كل الليل يصلي الشجرة وكله نائم معده هو عليه الصلاة والسلام قاعد يصلي طول الليل وده منسبة له وده اللي رايحه عليه الصلاة والسلام وده اللي بيطمنه ودعاء بقى ايه مش يعني سبحان الله يعني فالعكس بقى النحية التانية توتر وقلق واضطراب ومحدش نام برده تمام ومتفرهدين وتعبنين واصلا زي ما قلنا ان الصوم مش عايز يروح اصلا وانا ناس جايين كارهين ومتخانين مع بعض ومتخانين مع ابو جهل انجو ايه كل دي اسباب هزيمة مفيش شورة محترمة مفيش قائد بيحترم مفيش ادب اه يعني فيه توتر مفيش نوم كويس مفيش راحة كل ده من اسباب الهزيمة وصاد الحياة الجميلة اللي شفناها من اسباب النصر اللي حصل بقى ان الناحية التانية ان المشركين اتصحوا الصبح لقوا اتفاجوا بموضوع المية دي اول مأساة يعني فيش موضوع فين المية فلقوا ان الدنيا هناك ففي منهم اتهور وفكر يروح قال لك اروح انا مش قادر اشرب مية وخلاص فمنهم اللي راح فالنبي عليه السلام قال ادعوهم استدرجوهم سابوهم يروحوا يروحوا اول ما اصل للمية ضربوهم بالسهام وقتل منهم من قتل كل اللي وصلت اتي ما عدى حكيم من حزام سبحانه الله حكيم من حزام في حاجة ربنا كتب له الخير حكيم من حزام ده عجيب سبحانه الله حكيم من حزام ده كان في دار الندوة وكان في بدر مع المشركين رغم ذلك اسلم يعني ده كان في حضر كمية شر مش طبيعية حضر حاجات يعني فيها اسوأ مخلوقات الخلاق ربنا وسبحان الله حكيم من حزام بعضها ولكن كان فيه خير دائما كنا منحسن أن حجيم من حزام ده في خير الذين يفكرونك في شعب ابي طالب هو من الناس اللي ايه اللي كانوا مش عجبهم اللي يحسن فهو لده خير لديه مرؤة فالبوائي دي سبحان الله حكيم من حزام عمته خديجة على فكرة حكيم من حزام ده عمته تبقى خديجة فبرضه فيه خير يعني العيلة الكويسة يعني فالعلم كان فيه خير هو ده الاخر أسلم بسببه رضي الله عنه وأرضاه فسحاق الوحيد اللي نجا يعني الوحيد اللي راح شرب ورجع من غير ما يتقتل حكيم نهزام وربنا إذا أراد شيء هيق له الأسباب حكيم نهزام ده كان ممكن يتقتل في 600 موقف لكن كل مرة ينجو عشان هو ربنا يريد له الخير فمش يعني كن ربنا نجاك من معصية أو كنت في معصية وما تفضحتش أو كنت في عملت حاجة شمال وموت ما موتش وربنا نديك وقت إلى الآن لعلى ربنا أراد بك الخير فاستحي فاستحي نديك فرصة وراء الثانية وراء الثالثة مش تتغر لا استحي كل الفرص دي كان ممكن تموت في أي واحدة فيهم كان ممكن تتفضح في أي واحدة فيهم كونوا عداك مرة من الثانية والثالثة لعلى ربنا يعلم عنك خير بس انت اللي مش معداره فاستحي ورجع بسرعة قبل ما تكون الأسوأ يعني فعشان كده حكيمني حزام حتى بعد ما أسلم كان لما يحب يحلف في ربنا كان بيقول ايه كان بيقول لا والذي نجاني يوم بدر كان بيقول لا مش عارف فلدت ازاي كل الرحشة رب تقتل معدنا بيقول لا والذي نجاني يوم بدر سبحان الله اللي حصل بعد كده ان قريش عملت العكس بعتت ناس تشوف بقى المعسكر طب تشوفوا ان المعسكر عملت ازاي بعته ايه بعت عمير بن وهب الجماحية عمير بن وهب ده يتسمى شيطان قريش تتخيل القريش بنific Plan من النبي عليه الصلاة والسلام ده يأ suppliers عمير بن سبحان سعيد هذا τον شخص النبي عليه الصلاة والسلام قريش عب Hera مرة ناجده مرة كده لليقتي لن نبي عليه الصلاة والسلام لكن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام هم س proceedingчикعدي العديد على تسيطات ان الصحابة ل Hot Fah في الحرب عند نتعامل ساعتها لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسبوان بن امي هو اللي بعته وكان في حوار كده ما بينهم قال له ايه دي قصدية وقصة طويلة عن اولها ساعتها يعني فرع قال له انت جيف ايه عمير قال له انا جيف كذا قال له لا كداب عمير قال له ازاي ثواني قال له انت كنت عاد مع صبوان ابن عمير وقال لك كده عمل لك كده وحكاية ورواية قال له كل حاجة حصلت امه هناك رح اسلم وهو وده شيطان قريش ممه دلت بعد عشان تعرف ان هو مش سهل ده يلف المعسكر وحاش هيمسكه لف حول المعسكر المسلمين فعلا ورجع وجابهم قال له امه 300 وشوية فضيع فبس لما راجع بقى بيقولها جماعة بصنا لها وجهة نظر انا اللي شفته يقول لحنا لازم نروح هم هات 300 اه بس مش عايز اقول لك عاملين ازاي عينيهم بالطاق شرار الناس دي مش مش جاية فخير ابدا احنا هنتردم الناس دي اللي انا شفته في عينيهم طبعا وشايفهم بقى صح ومفيش النعاس بقى والجو اي خلاص المعضاء قال بيقول لهم بيه بيقول يا معشا قريش رأيت البلاية تحمل المناية انا مش بشوف بني ادمين انا شير بني ادمين ناحية التانية انا ببص منظركم منظرهم لا هنا هنا ست اول اللي هتسقط كلها هنا فصل متفوقين فيه حاجة تانية هناك فيه بني ادمين تانيين غيرنا انا شايف عيون غيرنا وشوش غيرنا وصحة غيرنا رأيت البلاية تحمل المناية فيه هناك مكينات قتل استعدة وبيسنوا سننهم واسلحتهم ومش شايف اي زر تخوف عندهم واحنا متوترين هنا اصلا رأيت البلاية تحمل المناية مواضح يسرب تحمل الموت مواضح يسرب هي حيات اللي همها بيركبوا عليه تحمل الموت الناقع قوم ليس له لا معهم منع ولا ملجأ الا سوفهم يعني مش بقى على حاجة انا جاي مش فرق معايا حاجة هي قتل يا مقتوب انا اعيد لك هتقتل لي واحد هتقتل لك اتنين حتى لو اتهزمت فهو بيقولهم كده ما رأى ان يقتل يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فين اصابوا منكم اعدادهم يعني لو طلعنا احنا كذبانين وميت مننا 300 فما الخير في العيش بعد ذلك ايه الفائدة لما يموت مننا 300 ونرجع منتصرين ايه لازمته لما نرجع وخلاص طب ما احنا فيها احنا نستفيد ايه مجمعا ما فيش داعم هنقتل مين دا هنقتل اخويا واخوك وعمي وعمك يعني حتى اللي تموت منهم هنحزن احنا عليه يعني يعني بعد هموت عمه هموت اخوه يعني مهما كان فسعيتها الدنيا هاجد تاني على بوجه وبدأ الناس يكلام بوجه لتاني في الموضوعهم مصلا مش طيقينه وعايزين يرجعوا بس هو زي ما وانا ما بيفهمش واخراص يقدم مقاومة ومقيامة فأوردهم ليه في النظر فرعون هازي الأمة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد بدأوا يحاولوا معاه تاني فعملوا إيه راحوا لعضبى بن ربيع عضبى بن ربيع هو الرجل الثاني في الجيش بعد أبو جهل فعضبى بن ربيع رجل فخم المفروض من المشركين فقالوا لي يا أبا الوليد انك كبير قريش وسيدة تمام والمطاع فيما هل لك إلى خير ان تذكر به أبدا الظهر تعمل حاجة خير هنفتكرها لك طول حياتنا تمام فقالوا موما زاك قالوا لو نرجع اقنع أبو جهل ان احنا نرجع اللي احنا بنعمله ده غلط انت متخيل الجو مضطرب ازاي الناس مختلفة وده من أسباب المشكلة ولا تنازعوا فتفشلوا وده اللي يتعامل فينا بقى دلوقت عادينا احنا الرقم بنا وسينوية ونوبة وفهم ازاي وقاعدين نمزق في بعض بحيث ان احنا ايه نفضل متنازعين ما نكتمعش على كلمة واحدة لا تنازعوا فتفشلوا وتزويروا فهم بقى ده اللي حصل فيهم في الوقت ده فقالوا له اه 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 فقال عده قد فعلت اه قالوا له طيب احنا 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 ايه اللي مهي يجي الدنيا عمر بن الحضرمي هي سرية نخلة هيا اللي عاملها المشكلة دي كلها وهو ده اللي مسخن الدنيا عير ابو صفيان مشيت احنا قدين ليه وهو ابو جهل لعب على ايه قال لهم ماشي عائلة بصميم ناجد بس عمر بن الحضرامي تنسيته دمه تمام نسيته الدم سرية نخلة والكلام دوت لا احنا نجيب دم الناس اللي تقتلوا في سرية ايه نخلة فهي دي اللي فضله فقالوا له عدبة طب ادفع انت الدية بتاعت الاتنين دول وخلاص ونطلع من الدنيا دي قال لهم خلاص انا ادفع الدية ونخلص الموضوع دوت ويظهر مداخل الكشار دا بيقول تمام ثم بعد كده عدبة ابن ربيع قال مكلم الناس في المضادة احنا محظين هنا ايه فيه قيادتين في الجيش ابن ربيع حيقوم خطيبا في الناس في وجود ابو جهه وقال يا معشر قريش انكم الله ما تصنعون ان تلقى محمدا واصحابه شيئا والله لئين اصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر اليه وحيد قاتل عمك وحيد قاتل اخوك عبوصلك ازاي المروح مهما كان يعمل اخويا مسلم واحنا كفار مثلا فانت قاتل اخويا وخلاص حتى كرهين بعد واحنا مروحين تمام قتل ابن عمي وابن خالي او رجل من عشرات فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سار العرب يعني يكخب غيركم فان اصابوه فذاك الذي اردتم وان كان غير ذلك الفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون تمام عدبة بيتكلم في وجود مين في وجود ابو جهل هنا جيش ممزق فيه ريسين في الجيش عدبة بيتكلم وابو جهل بيتكلم دنيا بايزة بقى اللي مقوله احترام هو بس بس قالت ان هو 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 لسانه صليت وصوته عالي لكن هو مش قائد فعلا تمام وبالتالي راح حكيم ابن حزان بقى راح لبو جهل وقال له اللي قاله عطبة حاول يقنعه قال له عطبة بيقوله بتاعه وكلام دوت فدخل عليه بالايه بالكلمة ديت فبو جهل رد رد صعب جدا قال لا لقد انتفخ والله صحره يعني انتفخ صحره يعني يعني هي بيقول عليه جبان يعني يعرف الجبان بيتوتر كده وبيخاف فبيقعد ينهج جامد فينهج ينتفخ ايه الصحر بتاعه فدي تعبير عن الجبن يعني انت جبان تعرف الشجاع سابب سابب لكن الخيب اللي يتلع على طول ايه بينهج فانتفخ والله الصحره يعني وعيه الجبان يعني يعني دع جبان هو عايز رأى عشان جبان مش عشانكم تمام فبيقول رأى محمدا واصحابه حين رأى محمدا واصحابه وكان له والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبعينا محمد ليه سبب تاني ابنه حزيفة اسلم وهو اصلا في جيشن ليه المسلمين وهو اصلا خايف عليه وعايز يروح عشان خايف عليه بص لفعلهم ازاي خداعهم فعلا هو ده مش موجود اصلا عند عطبة لا مشكلة ابنه ولا وجبان هو راجل حكيم فعلا ونرى النبي عليه الصلاة والسلام اصلا اول ما بدأت معك اول ما بدأت المعركة شاف عطبة بن ربيع على جمال احمر قال ان يطيع هذا الرجل يفلح عنه ما حضرش اي حاجة بس واعرف ان ده العائل الوحيد اللي فيه هو عارفه عارف ان عطبة ما يطلعش منه كده ما يتهورش التهور ده واكيد عطبة مش عاجبه اللي بيحصل ان عطبة المفترض ده هو طبعا عطبة من اول من سيقتل في المعركة اصلا مشرك ده ما اسلامش بقى خالص بس هو النبي مقدر ان ده عائل شوية ما يعملش التهور ده اللي يعمله واحد زي ابو جاهل ماشي بس ده ما يعملهاش ففيقول اكيد الناس دي مماشوش على كلام الراجل ده رحشتها ابو جاهل تاني ورديله الشتيمة الشتيمتين والكلام دوت ومهم الدنيا ايه ولعت وحصل بقى ايه فيه عطبة وفي ناس عايجبهم عطبة وفيه ابو جاهل ونس عايجبهم مجهل الدنيا بازل انت مدخال الجيش داخل عمل كده سلام فادي ما بداية فبعد كده حصل ايه حصل ان ابو جاهل عمل مبادرة عمل مبادرة ايه بقى عشان الدنيا تسخن تاني انتج انا كده الدنيا تتضرب مني فراح لي مين عامر ابن الحضرامي مين عامر ابن الحضرامي اخو عامر ابن الحضرامي اللي تقتل في سرية نخلة قال له عطبة عايز يرجع بالناس وعايز يضيع حقك وعايز يضيع التار بتاعك وانا عايز اجيبلك حقك ومش عارف ايه او اخوك حقه هيضيع والناس دي مش كويسة فقال له انت انا عايز بتولعلي الدنيا وشوف انت بقى تعمل ايه عشان اخوك عامر بقى ما سماش يقول له فكشف ايستي يعني الناس برضو كان عندهم حاجة غريبة العرب لما يحب يسخن الدنيا يباين عورتهم اتعرفش ايه فراح طرع جرف الناس وكشف نفسه كده وعادي يصوت قال وامراه 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 قاعد يبكي ايه يبكي عامر ابن الحضرامي فحمي القوم فسخنه تاني واستوسقوا على ما هم عليه من الشر وبطلة الخطة بتاعت عطبة وحكيم نحزام ومعرفوش فردوا رأيهم على ابو جهل واستمر الكلام على ما قال ابو جهل وهنا ده بيدينا ملمح خطير جدا هو خطورة استعمال العواطف في القرارات حكيم حكيم فعلا وعطبة عائل بيتكلموا بمنطق وكل كلامهم مسبب وراحزين ان هو بيتكلموا كلام منطقي وسبب ونتيجة والكلام دوت ابو جهل بيتكلم بعاطفة بس وعامر بيتكلم بعاطفة بس العاطفة اذا دخلت في القرارات الحاسمة افسادت كل شيء كما قالوا العواطف عواصف عواصف دمرك فاياك انك تاخد قرار عاطفي لازم العقل يحكم في كل شيء فمش معنى ان انت مثلا شايف موقف ولازم ناخد نعمل حاجة الحاجة دي ينفع تعملها وتعملها تقدر تعملها وتعملها مفاسد اكبر من المفسدة اللي انت عايز تزيلها ولا المفسدة عتزول بدون مفسدة اكبر طب احنا نقدر في حاجات كتير بتتحسب مش مسألة انا عايز ثم كلنا عايزين بس في حاجات انا مش قادر اعملها علشان زي النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف سمية اتقتلت اتقتلت نابو جهل في مكة عمل ايه؟ لا عملش حاجة صبر عليه الصلاة والسلام طب العاطفة بتقول ايه خش وموته وقطعه طب هيحصل ايه بعدها؟ حيموت عشرين سمية بعدها طب عملنا ايه؟ ريحت نفسي انا خلاص خلصت ضميري لا خلاص ضميرك انت كده ملام انت تسببت في مشكلة اكبر ايه مسال بتتحسن الكلام العقلين بيقولوا انا خسرانين او على الاقل حتى لو كسبنا حنتقذى جامل هو كلامه انا مفيش كلام ده عنده هو العاطف انا مش حمش من انا انا لازم اعمل اي انتصار انا لازم بتاع فريق فداخل بقى ايه؟ داخل بحكم العاطفة ودي من اسباب الهزيمة من اللي بينتصر هو اللي بيحكم عاقله اللي بتهزم هو اللي بتحكم فيه اللي بتحكم فيه العاطفة تمام؟ عشان كده دم بيبرر لك قول النبي عليه الصلاة والسلام اللي برضو بعض اللي التنويريين بيزعمهم بيعوضوا الكلام فيه ما قفل حقامهم ولا امامهم ليه؟ المرأة ليه؟ المرأة عاطفية هي طبيعتها كده وديت المناسب لمهمتها تربية الاحتواء دعم الزوج الصبر على الاولاد الحنان والعاطفة اللي انت بتشوفه في اختك وفي زوجتك وفي امك بتعرفش تعمله انها عاطفية انت عقلاني تعام مع اولادك واحد زاد واحد تسوي اثنين هذا ما ينفعش فعشان انت مش احسن حاجة في التربية هي احسن حاجة لان هي عاطفية لكن لو خدت قيادة وغلبت عليها العاطفة حتى مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة فعلا حتى مالكة سبق كانت ضبط الموضوع ده باللي حواليها تمام؟ ما كنت قاطعة امرا حتى ايه؟ حتى تشهدون حتى المرأة الوحيدة اللي هي يعني من النوادر اللي ماشوا معقول شوية كانت محوطة نفسية مجموعة من الرجال بيضبطوا عندها ايه؟ العاطفة ديت فاللي عايز اقوله يعني ان ده مش حاجة ان المرأة وحشة والرجل حلو كل واحد ليه دوره المناسب لطبيعته ووجيناته والكلام ده تمام؟ فالفكرة تخيل بقى الرجل بقى عاطفي هتبقى مشكلة كبيرة هو بقى ابو جهل بقى يتكلم بقى عاطفة بس ايش عقل بعد كده خلاص احنا رايحين رايحين فعلى فكرة يعني ماشي خلينا نكمل بعد كده احنا استطبحنا خلاص الدنيا ايه احنا الصبح بقى خلاص فطلعين بقى يشوفوا بعض كمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هذه قريش هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم احنهم الغداء يعني هزمهم هذه في هذه المعركة وفعلا شاف عد بن ربيع قال اياكم في احد من القوم فيه خير فهذا صاحب هذا الجمل الاحمر ان يطيعوه يرشدوا والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعمل بقى ايه زي ما قلنا اساليب تتعمل في المعركة الضخمة بدأ يصف الناس صفوف هم 3300 لا عملهم صفوف بنظام شديد جدا وده في الاول وده في الاخر واصحاب السيوف هنا واصحاب الرمح هنا واصحاب النبال هنا بدأ يصف صفوف ويعدلهم بالمسترة صفوف صفوف بجد زي صفوف الصلاة لدرجة ان كان هو بيصف صفوف صحابي بس طالع حاجة بسيطة رح غزه بالليه بعصايا كده وعف بطنه بحاجة خفيفة يقول ارجع خفيفة ولذها صواد بن غزية حسنا حبي ضر الموحدة لا فكرت حرائل اها الم scanning ولا اكد embar الناس ذات لك لا انت وأره فقلت كان اسواد استقض u خد حقك مني تخيّل؟ ده القائد، قائد الجيش قلّ له خد حقك مني مكدّروش خلّوش سفة رب الصحراء لا يعني كممكن يحبسوا ثلاثة يام ايزاي تكلم القائد كده قال استقض يا سواد استقض خد حقك مني وكشف بطنه عليه الصلاة والسلام واندّاه العصايا يقول له اعمل فيه اللي انا عملته فيك انت متخيل بيخلص حقوقه عليه الصلاة والسلام اول بول انا وانديش تعداد قبل ربنا وانا شايل حق احد فقال له استقض دلو العصايا وكشف له بطنه وقال له اتعامل اخد حقك تمام فرح نزل بقى سودك انه حيضربه ورح حضن النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يقبل في بطن النبي عليه الصلاة والسلام يعني انت عدت فيه يعني يا سود ما حمل لك على ما فعلت وانت ابتبعي ليه مش فهم حاجة فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى احنا في معركة محدش ضمن عمره انا ممكن اموت كمال خمس دقايق فانا عايز ايه دي حسن الختام بتاعي فاردت ان يكون اخر العهد بك يا رسول الله ان يمس جلدي جلدك وما دي اخر لقتلية في المعركة ديت فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه توضع القائد فيه العدل من اسباب النصر العدل قائد عنده عدل حتى مع جنوده تمام وفيه التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام جواز التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا في حق الأنبياء ينفع لكن ما ينفعه في حق احد الناس حتى الصالحين عن بعض الاخوه باجي يقعد يعمل مع المشاخ هيби عن الشخ ححش ناااااااا بارااااااااااااااian باركل معetti مشاخ ن heel high ام perder فالتبرك بالنبياء من الناس لتاءها فالتبرك بالنبياء هذا جائز مشروع وعلا على قد لا لكن عامة الناس محثرت لم نحصل علاق بكر الصديق محادثة كده حاج كان بيقبل جسد عمر مثلا لانهم ما عارفين ده مع الأنبياء ماشي لكن مع غير الأنبياء يكفي ان انت تقول له دعيلي مش عارف ايه لكن انت تتمسح بجسمه او كده ده كان مع النبي بس او ياخده حط شعره وعرقه وكل حاجة بيتبرج بيها عليه الصلاة والسلام وبعد كده عدل الصفوف وبعد كده عمل بعد ما عملها صفوف بدأ يحدد بقى الناس هتعمل ايه عمل خطة النبي عليه الصلاة والسلام الأول دفاعية يعني ايه خطة دفاعية ايه احنا مش هنهجم اصلا عناف مكاننا تمام وهم اللي يهجموا وحنخلي في الاول بتوع الرماح وقفين بالرماح كده حيث ان انت تخشتك وبعدهم بتوع النبال وبعد كده بتوع السيوف تمام هم يخشوا النبال تضرب هم جايين فهيموت منهم ايه زي انت بتشوف كده في معركة ضخمة بدأوا على طلب النبال تخلص ايه جزء كبير من الجيش قبل ما يوصل وبعد كده بتوع الرماح يستقبلوا ليه المهاجم دوت يخلصوا على حبة منه على ما وصلنا لكده بيكون الجيش أصلا تفرهد وتفرع يروح داخل عليهم بقى بتوع السيوف هم مركزين يقطعوا فيهم وهو ده بالزبط الحسن وهو معركة محدودة استعمل فيها معايير المعارك اللي هيه العملاخة التاريخية فقالهم احنا نفضل سابتين هم أول ما يهجموا النبال يبدأ لهم يضرب بالنبال وعكده الرماح تخش وبعد كده أول ما تحسن أول ما يبتدي اللي التحام كل دول يتفرقوا ويخش بتوعيه بتوع السيوف عليهم حاجة خطيرة جدا التانين بقى داخلين ايه زي كده بظروفها ما بيش أصلا خطة على قديم بقى اللي هو احنا احنا جمدين احنا ألف واحد هنصلا انا مش عتاجين خطة احنا نخش كده بظروفها وحنكسب وبعد كده رجع للعريش عليه الصلاة والسلام وبدأ يراكب الموقف ايه يراكب الموقف عن كسب تمام وابو جاهل بقى قاعد يدى يا ربنا برضو راجل برضو انتوا عارفين ايه من أولياء فقال اللهم راح قاعد يدى قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم يا واضي يا مؤمن فالحمد الله استجاب له ربنا حصل معه السليم فانت استفتحوا فقد جاءكم الفتح ربنا قال كده انت مش انت بتدعي طيب خلاص هو ده اللي انت طلبك انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح انت طلبت ربنا ينصر الأحبة وده اللي حصل بس خلاص فبس بدأت المعركة المعارك أول ما بتبدأ بتبدأ في العادة بمبارزة فده عادة عادة العرب عموان عادة المعرك عموان في العالم كله يعني كده لازم نعمة تسخين بيحصل عشان نحفز الفرقين والدنيا تسخن قوي فعادة الموضوع بيبدأ بمبارزة مبارزة بيطلع بقى الناس حتى ده يعني شفناه وقتل داود و جالوت فكان بداية المعركة أصلا مبارزة ان جالوت طلع في أول معركة طلب مبارزة فطبعا مين هي ختل جالوت فرح داود عليه السلام كان جندي في جيش طالوت ودربوا بسهم ودخله في فتحة كده كانت أصلا هو كان لابس حديد في حديد يعني مين هي قتله هي قتله إزاي فهو كان عنده فتحة في عينه وكده وها تتجاب بسهم إزاي برضه مش فهلة سيدنا داود ضربوا بسهم واحد بجاب في الحتة دي بالضبط مات وانهارت بقى مع نواة الجيش بتاعيه جالوت وكان ده سبب ليه وده دي ميزة المبارزة ان هي بتسخن الفريين او بيبقى في ريسك يعني خطورة ان واحد بيتحفز والتاني بيحبط فده اللي حصل بس التجالوت كان متطمن انها جامد جدا فافتكر ان الموضوع حيبقى في نحيته هو لكن للأسف الموضوع هي يعني الحمد لله طلع عكس ما هو أراضي فنفس الفكرة هنا بقى طلع واللي طلبوا بمبرازة اللي عجيب هم المشركين بص الغرور بقى وانهم مصفين جدا ويطلبوا بمبرازة عشان نقتل لقصدنا وده يحفز قومنا يعني وطبعا طلعوا بقى التقال قوي يعني عطبة بن ربيعة نفسه طلعت تخيل شايبة بن ربيعة طلع الوليد بن عطبة بن ربيعة يعني تعطبة وابنه وشايبة تمام فطلعوا طلبوا بمبرازة فالأنصار أصلا سخنين مش قادرين أنصار عايزين يعملوا أي حاجة أنصار جانين بص بيغلق بسبب انهم عايزين نتموا من الناس دي فأول ما طلعت تلاتة دول على طول فيه تلاتة من أنصار تصدروا قالوا أصلا عوفه بن الحارس معاوز بن الحارس وعبد الله بن رواح عوف بن الحارس ومعاوز بن الحارس من إخوات وعبد الله بن رواح فطلاعوا وقالوا لقى حنا بارز فالمشركين سمعوهم قالوا للمهم انتم مين قالوا للم فلان وفلان وفلان قالوا قوموا أكفاء شاء الله كفاء اش dürاله كفاء على دماري من فوق بس مشكلتنا مش معكم فبردو المشركين بيرعوا الأنصار شوية حقا مصالحهم يعني نحن لم نعددي أبيك أنا ليس جاي عشانك ف говорят أنتم أكفاء أبناء لكننا لا نريد أن نقتلكم إنما نريد أبناء عموماتنا فأنادى منادن يا محمد أخرج لنا أكفاءنا ولكن من قومنا وكان رجل عربي عنده عزة أحب أن يقاتل أحد ضعيف قتل أحد الشبهي يقول له أحد موازي لنا هذا منسبب له شرف أنه قاتل أحد فارس هذا منسبب له يتحسب شرف حتى لو قتل لكنه منسبب له شرف أنه قتل فارس أو قتل من فارس لذلك أبو جهل سيزعى الأول أنه سيشيل دماغه في الآخر من؟ عبدالابن مسعود سيحز في نفسه قوي أبو جهل أنا في الآخر يقتلني راعي غنم أبو جهل سعود ليس فارس أكيد كلهم يفهموا ولكن هناك فارس وفي واحد ليس مشهور بالفروسية أبو جهل سعود ضعيف الجسم صغير الجسم هو راعي غنم فعلا فأبو جهل كان صعبان عليه أولا في الآخر قال لقدر تقيط مرتقن صعبا يا روايعية الغنم راعي غنم على قدك كمان هو مات قبل ما يموت بس بحصرته أنه لم أقتلني فارس فتخيل أنت كبري أموت بس يموتني فارس يا أم أنت رايح في السن ده المهم قالوا له تطلع علينا الشابان فأقلوا تمام بس كده طلع لهم حمزة أهلا ناس أهلا تمام وعبيدة بن الحارس عبيدة بن الحارس الحارس ابن عبد المطالب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام فعبيدة ده زي حمزة كده حاجة كده بوزن حمزة عبيدة بن الحارس حاجة فخمة ضخمة جدا حمزة نفسه تمام وطلع عبائي معهم علي بن بيطالب تمام علي بن بيطالب علي بن بيطالب وأصغرهم طبعا علي بن بيطالب في الوقت ده مازال صغير لكن طبعا كان شابه وفوتوه بس سنه اعتقد في الوقت ده خمسة عشرين سنة اقل من خمسة عشرين سنة فيعتبر مش اكبر واحد فاسموهم طبعا طبيعي كله عاد خد واحد بعلم قاسه فقالولهم مين من انتم قالوا عبيدة وحمزة وعلي قال انتم اكفاء كرام هم دول اللي عايزين نقتلهم بالضبط تمام وكان اسن القوم عطبة بن ربيعة تمام واسن واحد في الثلاثة عبيدة بن الحارس فعطبة قابل عبيدة بن الحارس وحمزة قابل شايبة بن ربيعة والوليد بن عطبة قابل مين علي بن ابي طالب ففي المعركة قالوا حمزة وعلي ابنا بي طالب موضوع خلص في سواني ماغدوش غلوة قدامهم حمزة انجز مع شايبة علي ابنا بي طالب خلص على الوليد ابن عطبة مجرد سلم عليه كان مات فهما ضربتين كان كل واحد خلص على الثاني خلاص اللي كان المعركة عنيفة بينهم عبيدة وعطبة طبعا اقوى واحد فيهم واكبر واحد وعبيدة اللي اتنين فورسانت القوي فالمعركة طويلت ده ضربة وده ضربة وده ضربة عبيدة ورحوا ايه الثلاثة تمكنوا من عطبة وانتهى ايه وانتهى عطبة وثالث ثلاثة ايه ثلاثة كانوا ماهوتا في السواني يعني الموضوع خلص وعاد الابطال الثلاثة لكن الاسف عبيدة بن الحارس اصيب اصابات شديدة في قتاله مع عطبة عشان تعرف عطبة شديد مش سهل وعادت الاصابة دي معي 4-5 ايام ثم مات عبيدة بن الحارس رضي الله عنه ارضاه بعد موقعة بدر بعدة ببعض الايام تمام وكان عليمنا الطالب يقول نحن ممن انزل الله فينا هازان خصمان اختصموا في ربهم لان فعال الخصومة دي كانت في الله سبحانه وتعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصبوا من فوق العصيم الحميم يصهروا به ما في بطنيم والجلود ولو مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وزوقوا عذاب الحريق والعكس ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تمام بعد كده المعركة بدأت بداية غير موافقة للمشركين وبدأها رائعة للمسلمين والحماس بقائما كان عليه وقال signature وفي اللحظة دي كان النبي عليه филь line في ضد حالات التدرع لسه عملا بدايت PT مبارز ولا نلتخذ وقتها وسعدين وتأخرك لسه دقائق السلام في اللحظة دي كان في اشد حالات دعاءه في حياته في حياته عليه وسلام لم يشغله وكل ما يحدث ده ودوالك ده مبارزة يعني فردوالك تتفرج ويعلق وبتاعه هو كل ده منهمك في دنيا تانية زي يقول كده مع الله فعلا فحاله في دنيا تتغير الدنيا قاعد عليه الصلاة والسلام بص يا معركة ما تبدأ هتلاقيه في الاول على طول بس نتول ماذا يعني فيه مساحة هو في حال تاني عليه الصلاة والسلام قاعد يدعي ربنا دعاء هو بكر طبعا ملازمه على طول هو اللي بيحكي يقول يعني شفته قاعد رفع ايده للسماء كده هو يقول اللهم انجز لي ما وعدتاني اللهم انجز لي ما وعدتاني اللهم اني انشدك عهدك ووعدك تمام وبدأت حتى بدأت بوادر المعركة هو بدي عليه الصلاة والسلام اللهم انتهلك هذه العصابة العصابة عن الجماعة اللهم المسلمين يعني فلن تعبد في الارض يا رب لن تعبد في الارض اذا هلكت هذه العصابة انشئت لم تعبد بعد اليوم يعني لو خسار خلاص لن تعبد بعد اليوم يا رب انهلكوا هؤلاء لن تعبد بعد اليوم وقاعد يتضرع عليه الصلاة والسلام درجة انه رفع ايده جامد بدرجة السوب اللي هو على كدف وقع وأوباكر يقول لي يا رسول الله هون عليك يعني خلاص يقول لي أنا شايف باطم رفع ايده عليه الصلاة والسلام فقال لحسبك يا رسول الله الححت على ربك هو قاعد بيدعي ما بطلش دعاء وبعد كي هو بيدعي جاءته غفوة كده من عند ربنا غفوة كده أول ما رفع من الغفو كده اعتدل وابتسم عليه الصلاة والسلام وأوباكر بقى يتفرج مش عارف في ايه فأول ما رفع نظره كده قال ابشر ابا بكر ابشر ابا بكر استجاب الدعاء خلاص قال إني أرى جبريل شايفه هو شايفه عليه الصلاة والسلام محدد شايف حاجة هو شايفه نازل جبريل على فرس على هيئة بشر يعني هو على هيئة بشر أنا ما شوفوش على هيئة الملكية إلا مرتين زي ما أنتوا عارفين في غزوة بدر أو كل الغزوات كان بتنزل الملكة على هيئة بشر كانتش تنزل على هيئتها الملائكية في ناس تشوفها وناس ما تشوفهاش يعني أي برضو الملك ممكن الناس تشوفه وناس ما تشوفهاش حسب الحكمة فالنبي شايف جبريل راكب فرس ونازل على الأرض ليه للمعركة قال ابا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع الثنايا هي الأسنان يعني هو الدليل ان هو على هيئة بشر النقع التراب يعني بيقول جاي جاري يعني جاي جاري على حصانه لدرجة التراب داخل فبقه فعرف الفرس ان بيجري خلاص بقى الدنيا كلاك تبقى تراب حواليه فوشك ترابه واسنانك تراب فبيقول على ثناياه النقع يعني التراب واصل لغاية وجهه فذل علن الفرس بيجري عامل ازاي قال جبريل جاي راكب فرس جاري داخل عرض معركة فالجاري دي فيها حماس اصلا لوحدية فقال ابا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعناني فرس يقوده وعلى ثناياه النقع حين بقى النبي عليه الصلاة والسلام طلع من العريش ونزل وانطلق عليه الصلاة والسلام الحماس بقى خلاص بلغ المنتهى وكده تمام المعركة انتهت بالنسباله تمام فاضل بس نحن نبله بلاء الحسن ربنا يرى ايه يرى منا البلاء ايه البلاء الحسن تمام فلم تقتلون ولكن الله ختله وما رميت اذا رميته ولكن الله رمى تمام وليبلي المؤمنين منه ايه بلاء حسن هو بس المشهى عشان نشوف بس نرى ما هتعمله ايه سوما ده خلس خلاص فأنا اللي برمي وأنا اللي نصرتك كيف يكره من كما تصنع مفيش جمع بيواجه جمع احنا فرادة في مكة جمع ايه بيقول لك انا في امتها دلوقتي الايدي كابت الكلام عن بادة سيه يهزم الجمع اللي هم المشركين واي يولونا الدبر انا انا كنتش بتخيط انا كنت في مكة مش فاهمها بيقول لهم مرة فاهمها دلوقتي والنبي عليه الصلاة والسلام احيان كان بيفسر ايات عمليا مش بيفسرها كده فسرها في الموقف نفسه هو كده فسرها خلاص سيهزم الجمع ويولونا الدبر وبعد كده اخذ حفنة من التراب ورحمها في وجه المشركين حفنة من التراب صغيرة كده رحمها في وجه جيش المشركين يقول له مفيش واحد اللي جات في عينه وانفه وكدرته زي يقوله كده تمام اصابت عيني ومنخرية وفمي من تلك القبض وهذا قوله تعالى وما رميت اذا رميت ولكن الله رمدي ما بتوصلش الجيد لألف واحد مستحيل ازاي جات في ألف واحد هي ربنا وصلها لألف واحد وقازتهم كلهم وكلهم كانوا مشوشين لفترة بسبب القبضة دي بعد كده حصل فعلا اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذر له ان بدأ الاول زي ما قولنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل عمل ماضا دوت تيه حاجة قبل كده حصلت ان لما جبريل نزل تزامن مع كده زي ما قولنا ان فيه ناس شايفاء وناس مشايفاء من اللي شايفينه إبليس صراخة ففاكرينه صراحة ابن مالك اللي جاي معاهم ده قال لهم انا تمام انتم في حمايتي تمام واني جارون لكم ان قريش كانوا خايفين حد يخضر بيهم في مكة صراحة ابن مالك قال لهم لانتم في حمايتي وحاجة معاكم عشان اقمنكم اطمنكم الموضوع ده فراح معاهم هو وكمان رأى جبريل هو داخل في المعركة فطبعا ايه بوم اختفى صراحة لا واحد بيجري مرة واحدة هو لسه على قيد صراحة حاجة عارف نابليس لا يدر الوقت هو يجري بيجري 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 غريب بيجري من ناحية البحر الأحمر يقول له حتى يجري لغاية ما وصل البحر من خوفه من جبريه خيال؟ فايا صراحة هاي الكلام انت فيه مش وكتنا جاي معنا قال اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله وجيري طبعا ده عمل لهم رعب تاني ايه صراحة بيجري ليه اخوة ولا لسه عناش حاجة اما رجب بدأتش أصلا انت بتجري ليه فده عمل لهم رعب فده من اسباب الهزيمة برده النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأت المعركة بدأت ايه هتبدأ خلاص والمشركين بيهجموا الكلام دوت بدأ يعمل تحفيز من نوع تاني غير بقى كل التحفيزات اللي فاتت انهو الناس عرفوا ان جبريل في عرض المعركة عرفوا هذا مصر عفلان غضب ازلاء كل ده محفزات كان بتشجعهم قوله سيوزم الجمع ويقولونا الدبر في ايه بدأ يحفز تاني بقى بطريقة تانية فكان يقول مثلا ايه بدل ما يقولون يالله بينا نقاتل يقول قوموا الى جنة عرضوا والسماواتوا قبل ده اللي احنا سمناه لكده صناعة الحافز ان انت مش هينفع تخلي ناس تعمل حاجة الا لو في حافز وقولنا ان ده من اسباب هزيمة المشركين ان هم معدومي الحافز احنا بنعمل ايه هنا احنا بنقاتل ليه فهم مش عارفين ليه احنا بنسمع كلام جاهل وخلاص فما فيش حافز انت ما بتفهمش الناس هي بتعمل حاجة دي ليه حتى تقولتلكو دي في الدراسات الليه دراسات الادارية وكده ده حاجة مهمة جدا يسموها في ادارة التغيير اما تيجي تغير اي حاجة لازم اول حاجة تصنع الحافز عند الناس يعني نعم كده ليه فعايز يصنع الحافز ايه هو الحافز قوموا الى جنة اعرضوا والسماواتوا اعرضوا عن ايه لي خلينينا اخوط شماوة نفسي وطبعا الحافز ده مش مصنع دلوقتي ده مصنع في العهد المكي كله انا مش جاي اقول لك دلوقتي ان جنة دلوقتي اقول لك جنة حلوة بتاع ما تخش انت مش تعرف تعملولي دلوقتي دي حاجة بتربع عليها سنين عشان لما يجي ساعتها تدوس على الزرار تلاقي انا بقعد اوصل دايرة اما هو كان عاد شهرة اشطب في شقة بحيث ادوس على الزرار ينور انا داخل شقة ضلمة دلوقتي ادوس على الزرار ما هدوس على الزرار مفيش حاجة اتنور مفيش حاجة انت مهلتش حاجة انت مأسستش تمام فلازم تأسسلي عشان يوم محتاج النور ادوس ينور هم عامل كده وعدت عهد المكي وفي اول عهد المدني بيأسس في الموضوع دوت الجنة زالك السيدة عيشاء اخالت اول ما نزل من القرآن ايات فيها ذكر الجنة والنور حتى اذا ساب الناسه نزل الحلال والحرام ولو كان اول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لا تزموا لا تزموا الناس لا ندى على شرب الخمر ولا ندى على الزنا فهو الأول أسسنا كويس على موضوع الجنة والنور تعال بقى دوس على الزرار هنا هتلاقي حاجات تانية كالا قلتلك نفس الكلام دوت اللي هيتقلل دلوقتي ليه ليه عمير بن الحمام عمير بن الحمام طبع لما سمع الكلام دوت قال جنة عرض والسموات والعرض باخن باخن يا رسول الله كلمة استحسان قال رجعنا كون من اهلها قال انت من اهلها السلام وانا انا اقعد بعمل ايه بقى سلام انا بقى وانا اللي بخليني اقعد صبر على الحياة دي ما اعرفش انا جنة وانا اقعد بقى ايوح بقى بحاول قال له انا من اهلها بجد اخ تمام يعني طب سلام انا بعمل ايه كان لسه بيأكل تمرات بيأكل تمرات انا لسه حاول اكل انا معي خبر من النبي نفسه ان انا بنقال الجنة انا بستني ايه انطلق في صفوف المشركين واقعد يقاتل حتى قتل انا مغسله من جنب جنب يعني اراعه موت بقى تمام فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاء فده احفزهم جامد جدا عمير بن الحمام اللي عايز اقول له ان الحتة ديت عايز لها تربية ان انت تربي نفسك على الموضوع ده عشان ينفع معك انا مجد الوقت اقول لك انا بيصليش الفجر خالص فاقلت اجرب معه الموضوع ده فاقلت صحيته بدل ما صحيت كل يوم اقول اقوم صلي الفجر قلت لك قم الى جنة اعضاء سنوات الارض بقول لك ايه انا معاش بكرة بكرة مش هتام معك حاجة رغم نالك السحن مش في الكلمة انا اقول لك قم الى جنة ادرى عام صلي الفجر لأ فيه حاجة تتأسس من كتير قوي عشان الكلمة دي جيبنتية فهي مش مسألة ايه فنفس الفجرة فالمهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يحفزهم بالحاجات ديت وبعد كده بدأ الصحابة دخلوا المعركة حصل بقى الهجوم بتاع المشركين واتفرهدوا في الهجوم دوت خدوا النبال وخدوا الرماح والسيوف نزلت بقى بدأت تنزل فيهم الحقيقة اللي الصحابة بدأوا يتحفزوا بيها ان هم حاسين فعلا ان اتحدوا يقاتل معاهم ماسوهش قادرين يمسكوه وفيه ناس شايف والناس ما شافوهش حاجة من عند الله سبحانه وتعالى لكن نزلت الملاكة كما ربنا قال فاضربوا فوق الاعناق يعني خلص واضربوا منهم كل ايه كل بنان فطبعا اولا بدأت المعركة كما قال اجابه في الرواية تقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن احد اقرب الى المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ القتال والحقيقة اللي حافظوا انهم حسوا ان فيه ناس بتموت من غير من موتهم يعني مش عارفين هو بيموتوا لايه فالصحابي كان بيحكي في الرواية قال كان يومئذن يطير رأش الرجل ولا ادري من ضربه دخل عليهم صلى الله عليه يا راس طائرة ما هم اه لا استنى لسه لسه ما ارسلتلوش قال اي راس طائرة قدام قال اي واحد ايده طارت قدامي الحمدلله انهم فهمين لكن المشهد مبهر تسمع غير عندما تشوف المشهد رهيب قوي فابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يطارد رجل من المشركين إذ سمع ضربه بصوت فوقه سمع حد يضرب حصان بكرباق يعني وسمع صوت فارس يقول أقدم حيزوم حيزوم ده اسم الفرس اللي ركبه بالملك أقدم حيزوم هنشد حيه لك يضربه يقول له إيه زي ما انت كده تقول هر أو شيء أو الكلام ده أقدم حيزوم تمام؟ أقدم حيزوم يقول له هو بيجري وراه يقول له فنظرته إلى المشرك فوجدته قد خر أمامي ونظرته فيه فعيزة هو طارت أنفه وشق وجهه بضربة صوت يعني ضربة صوت قطعت وشه أنا سمعت صوت بس حد يقول أقبل حيزومه وبعكية شفته ده تشق وشه وتتفلق ويع قدامي وأنا عصلا بطارده ويقول له وشه كله اغدار فراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له حصل كده 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 قال له صدقت صدقت هذا مدد من السماء الثالثة مدد من السماء الثالثة وأحدهم يقول بينما أتبع رجل من المشركين إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفته أنه قد قتله غيره مهمة في آخر المعركة عشان المشهد دوت العباس ابن عبد المطالب قلنا أنه كان في جيش المشركين رايح كاره يعني بسرع يعني بسرع عشان مش عارف ايه يخلص من الموضوع فهتأثر أنه ما كانتش يقاتل قوي فهتأثر يعني تمام؟ فأثر رجل المسلمين فرحان بقى قوي أثر العباس ده فلا العباس مش السهل مش السهل انت تقسره فالعباس حزز في نفسه يعني هو بيقول له ايه أثرت العباس أثرت العباس فقال له فبيقول له والله لا قال والله ما أثرتاني عليش يعني أنا هقول لك بقى ما أثرتاني إنما أثراني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وما أراه الآن في القوم يعني في حد كده فرس عجيب جي مرة واحدة نحسيتش بنفسي أنا لقيت نفسي مأسول مرة واحدة أنا فاكر شكله بس هو مش موجود دلوقتي فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا فهو بيرد على العباس قدام النبي يقول بل أنا الذي أثرتك فقال النبي للأنصاري أسكت أسكت فقد أيدك الله بملك كريم يعني شنت العباس مش السهل يعني ففعلا اللي مسك وملك يعني عشان نبق بيه أنصفت مع العباس وكان بيكرم عمه يعني ودي مسألة حزز في نفسه في يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعلي من أبي طالب قال لأبي بكر وعلي قال مع أحدكم جبريل ومع الآخر ميكايل إن شاء الله هاي جندة جدا تمام؟ هنا بقى بدأت الهزيمة تدب في صفوف المشركين وبدأت تهدق قواهم وطبعا حمزة كان بمقطع الدنيا في الوقت خلاصة ماسكهم بقى إيه مين وشمال بقى ما بيهزارش حتى بعد المعركة كان أحد المشركين تعرف المسلمين كانوا ملثمين في المعركة لأن الحرب والصحراء والكلام ممكن واحد ما يعرفش مين قدامه فأحد المشركين كان أسر يعني فكان بيسأل يعني أعتقد كان أقومية بن خلف فبيسأل يقول من صاحب الريشة؟ يعني كيف حطت ريشة كده؟ مين ده؟ قاله حمزة قال هذا اللذي ايه؟ هذا اللذي فعل بنا الأفاعيل هو ده نص المعركة عند ده نبهدلنا نحن نتشرك نتطور نعم زي؟ شكرا بتلك قبل كده أن نسعد هو بطل قبل المعركة وحمزة هو خاطر بطل بطل داخل المعركة فأبو جهل زي ما نشوف كده يحاول يصمد ويجعل للناس يموت وبعد كده أن نكمل بقى في تفصيل معركة المرة فنقف عند المشهد الخطير ومشهد قتل أبي جهل نفسه كيف قتل أبو جهل؟ ومين اللي قتلوا؟ يعني خصة جميلة مش عايزة خليها في آخر الحلقة وانتم مفردين كده خليها إن شاء الله المرة القديمة في أول بداية الحلقة جزاكم الله كل خير سبحانك ألوم ربانا وحمدك أشهد الليل أن تستخدموا